اهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي في موعد خاص نستضيفه السيد الوزير الأول عبد المالك سلال لرح أنتحذوا معاه في كثير من الأمور السياسية والمتعلقة بالبلاد اهلا وسهلا بكم سيدي الوزير بسم الله الرحمن الرحيم على كل حال تفضل تفضل لا تفضل أنت سيد لا لا والله ل giorno ما تفضل أنت يا Dynamic وش الله الاحوال سيد smaller بسم الله الرحمن الرحيم أولاً تحية خاصة لفخامة رئيس الجمهورة وأيضاً تحية كبيرة لكل الفقاقير أينما وجدوا وأينما حلوا وارتحلوا حلوا وارتحلوا شغلت خلاص فيه زوجة لو لو مؤخراً كان نقاش كبير حول الدستور الجديد في قبة البرلمان البرلمان؟ سبحان الله بقول الله غير سامع بهذا الأسم بصحر الله مش فيه توين البرلمان سيدي طلبة بها الدين سبيسيفيك ايه تقول دخليفة ايه قول لي قول لي البرلمان يخذوا كل يرفضوا يديهم هادوك أنا كي قلت لي القبة شغلت لفتلي شوية بسكو جاي في طريقتها سيحة شو هادو أنا كوالي حالو كان قلت لي ال F2 نفهمك ديرك كيف F2 سيدي؟ بو أنا كوالي حال هادو نكتة شدرو حكا نحن قتلك بالضحك كيما لابلك أنا كوالي حال أنا إنسان نحب الفكاهة يعني البرلمان نعيط له F2 بسكو يخي يقال البرلمان بغرفتيه تما زي ما كلي فيه زوش دي شامبر كلي دار F2 سيدي سيدي ما تقييمكم للبرلمان؟ دوك نفهمك على كل حال في البرلمان هادي حاجة سهلة مش تقول إحنا ما قدروش نحضره مع الشعب كامل لك شايف كيفها 400 مليون جزائري متغسش نحضره معهم كامل بظنك إحنا جيتنا ليدي قلنا نديره 400 واحد يعني يمثلوا الشعب الجزائري ونحضره معهم ديركت في بلاسة الشعب هادي موجودة في كل عالم هاكدا يا سبحان الله مشاتا بس شوف باللي يعني الجناسة يكوبيوا علينا ولا كل حال برلمان هدوما الحمد لله يعني ناس ملاح بزاف وجامي يعني كما نقولوا كذا رفزونا حاجة شاكفوا كل ما نسحقوا حاجة يفطيونا بنعم والحمد لله لكن هلا راه يقوم بدوره في الدفاع عن الشعب اه يدافعوا يدافعوا اول حاجة يدافع مرام يدافعوا بيعا وشنو اسكو على الشعب هدي ما لبانيش على كل حال وشنو ها كما نقولوا هدوك لا دافعوا لا رحهم رنفور ديج موضوع آخر سيدي التقشف حبس يا حبيبي حبس عبا كنتوما الإعلاميين صورتونا تقشف هدش والحاجة عظيمة ويفصح مكنواله كيفاش سيدي؟ الله غالب طاح البيترولت زيارة الحالة باش نفهمك على كل حال نضرب لك مثال انا بواحد الحكاية على كل حال تاع الغراب والنعجة لما الغراب جاي جاي تخطر على النعجة هاكده يا خزرت فيها من فوقها وقال لها اي اي واش كاش مكاين هي خزرت فيها وقاتلوا ما فيهاش بك فاهم؟ لم افهم سيدي سهلا ومبتد ديمونستراتيون باش تفهم هادي لك تشوف فيها وشنوا distintورة إستقفيلةي في كارنستاذكوست هكده Dos ماذا حمد تقبل لي فيها؟ فيها ربعة ماذا تريد؟ ماذا تريد مصمار تريد مصمار تزيد لها اللي هنا زوج تقابي في الدميل الساز وهذا و الدميل الساز ان شاء الله تزيد لها تلت تقابي واحد اخرين تزير و سيبون هذا هو التقشف وكما يقول لمثل على كل حال تقشف ماكسب مات مجه البابورة ليت المولود هذا هو مفهوم التقشف يا حبيبي سيبون فهمت؟ أعتقد بأن الأمر واضح الآن سيدي بالنسبة للدستور هل تعتقد أن به حلول لمشاكل الناس؟ طبعاً طبعاً يا أخي القانون المؤرخ بـ 12 شباط الأول اكتبنا فيه في المدة 70 الطلاق حاجة ماشي مليحة هكذا باش الواحد كي يكون نحي يتضرب مع مرتو مثلاً هكذا ويكون مقلق غير يجبت الدستور الجديد ولا يقرأ في المدة 70 الطلاق حاجة ماشي مليحة يعاودي يتكالمها ويعاودي يولي المعضام وما يصروان وإن شاء الله ويعيشوا في سعادة وهناء وبالنسبة لفئة الشباب العاطل عن العمل اللاسق نصح حالك أنا يقال الشباب اللاسق من العمل يعني والله الشباب الجزائري غير مهتم بمثل هذه الأمور مشكلة التقشف ومشكلة البترول الشباب الجزائري ما رهوش سامع مشكلة الشباب الجزائري ليست في مناصب الشغل بل في مناصب الحب كيفاش هذه؟ الحب هو أكبر مشكلة للشباب الجزائري المريول كيف يمكن للشاب الجزائري أن يكون أنتيك والفتيات أصبحنا ماترياليست؟ كيف يمكن للشاب الجزائري أن يكون أنتيك والفتاة التي يحبها تبدله بمول الإيفوك ومول المرسيداس؟ من أين يأتي الأمتيك للشاب الجزائري والفتاة التي يحبها عندها عندها وشنو؟ ليه مصطاشي يا حبيبي غير كما جاءت لعندي طفلة نقصر معها هكذا يا بيت نحكي لها أنا على مشاكل حزب الأرندي تجمع الوطني الديموقراطي ولا مشاكل الدستور الجديد أنا أنا بليراني نهضر مع السي أحمد أويحي يا سبحان الله هذا مشكل عصيو تقصد مشكل عويس عصيو هدي عصيو كتر من عويس يا محينك فماذا يفعل الشباب الجزائري؟ يكون يكتبوا في الفيسبوك ويديروا سبوتد مع فيف المريولة ويبعثون بوك لسعاد الأنوشة المريولة وهذا مما يدفع أيضا للعنوسة عند الفتيات فتجدوا الفتاة مسكينة حياتها كاملة هي تصنى في فارس الأحلام وفي آخر المعطاف تتزوج ببغل أو حمار دع الأحلام هذا هو مشكل الشباب لا علاقة للتقشف أو البترول بمشاكل الأمة بما أننا تكلمنا عن الفيسبوك سيدي أنت كل ما تغلط حاجات تلقاها انتشرت مباشرة في الفيسبوك يو هديك بكري قبل ما نغلط نلقاها في الفيسبوك يا أخويا هدا دوك عصر السرعة بالمناسبة عندي تنهي بسيط برك يعني هدوك اللي باج والي كونت اللي مفتحين في الفيسبوك بأسمي هدو كامل لنا خاطيني أنا باش ما يعقلونيش يحبيبي درت فو بروفي درتها طفلة سميتها لكل حال ميكا توائم والوف وهو لكل حال الفوتو دي بروفي درتها قط روجي وفي هديك فوتو تكوفيرتو درت شغول قلوبة طائرين على كل حال انا شغول درته باش ما يعقلونيش كامل بس ايه سبحان الله هاك دا كوي عقلوني بعتوا لي لي ميصاج فيه ويقولوا لي ايه يعني في لي ميصاج جد تام ويعني اشياء من هدو القبيل يعني اتحفض عن ذكرها على كل حال ساوي شنو صافي فليزي معروف عنك سيدي على كل حال حس الفقاهة ولكن النكت هدي سببت لك الكثير من المشاكل ايه فعلا فعلا صلات لي بلغرش حمل مره على كل حال ديفوان دير هاك دا نكتة بنيتي هاك دا يا بس اح الناس يعني توس وسدت ولقيت يعني احتلقيت مظاهرات ودعوة مقلبة وانا يلا اخبر يا اخي الناس هدو ما ما فهمتهم شن ايه تكون سيريو يقولوا لك زواخ وزبط وجهه تتلق روحك شوية يقولوا عليك جايح ويتطلعوا لك فوق راسك تكون فالوسط يقولوا لك يلعبها سيريو بس اح هو ما كانوا له قلش ما فهمت أنا ما فهمت والو فيهم هادو ممكن نكتاها قدع المباشر شا تدروحك؟ أنا احنا قتلك بالضحك طالك خطرة واحد فرطاسة ادخل مش يدوش زلق على راسه واسراله زاد زلق اصبيوا فرطاسة هزم بعد قاعد غير يزلق خطرة على راسه وخطر على الرجل هاي مش هنضحك يا امه سيدي بالنسبة اسمح لي بالنسبة الأنجازات على كل هي قال الانجازات والله على الكثير حقانه جاءنا بزاف اسمح لي الحكاية بقطاع الفرطاس قلت لك يعني جاءوا بزاف عرقولات يعني اللي عرقلت المشاريع نعطيك واحد في ايام الحملة الانتخابية سنة 1914 اسنة 2014 정انه 2014 وي sheets قلت لك من سنة 1914 والناس يهضروا يهضروا ولكن الأخ صديق رئيس الجمهورة إنسان سجيع جداً وكما يقول لم تلع لكل حال رب أخ لك لم تلده لك أختك بفضل من الله الحمد لله رب يوفقنا وقدرنا نديره إنجاز كبير اللي هو بطاقة التعريف الإلكترونية الإلكترونية ويعني هذا يعني بزاف من الناس تهزاوا بها ولكن سوف ترون النتائج بضعة بعد سنوات يعني أبري كالكوزان إن شاء الله إن شاء الله والجزائر البيضة يعني رهم خلوهنا أمانة إن شاء الله سنتهلوا فيها منغ بنوهاش لأن الجزائر هي البيضة منامو وأنا من هذا المكان نوعدكم وانطمأنكم بأننا لن نحلب فرنسوا هولوند ولن نحلب أوباما نحن لا نحلب أي أحد بما أنك تكلمت عن الرؤوسة ما هو تقييمك للسياسة الخارجية بك إلا خارجية لا يديك لا يجيبك خلينا أحم بابك هما مقسمين العالم على حسابهم زيما برا يعني في الدول الخارجية مديرين بلي إحناي العالم الثالث وهما يعني الدول متقدمة ومعلى بليش قال لك الألمان خير منا فايش خير منا يرحم بابك كوب ديمونت للخرانية مشي قريب معطينا هم طريحة آآ صح كعينة منها هذه أنا رحت للألمان وشفت بعيني ما كان والو خير منا يا حبيبي عندهم حاجة وحدة خير منا سيفري الحق الحق الزواغ هم يزوقوا مليح سبيغة الحق لها كي سبغوها ببيانك ديت وليتبان شابة هدا ما كان لذلك حنا قررنا باش نجيبوا سباغين من عندهم ونعاودوا نزوقوا لالجيري عامين قيس الخدمة وربع سنين ولا خمس سنين قيس ما تنشف سبيغة عراك على بالك كل شي طول هنا في الجزائر وبإذن الله سترون وجها مغايرا وآخرا للجزائر ما هي رسالتك سيدي لكل راهم يشوفوا فينا؟ أنا نقول للشعب لازم يصبروا وما يتقلقوش راه كاين العطو الحمد لله والسراقين نرى نعقبهم كاين متابعة قضائية في حق السراقين؟ لا احنا راني نوكل عليهم ربي والشعب تاني لازم يوكل عليها ربي ولازم يعاونونا ان شاء الله بالدعاء دائما الدعاء ان شاء الله يا ربي يطلع البيتروز آمين الكلمة الاخيرة لك سيدي يا أخويا بارك الله فيكم وبالنسبة للمشاريع ان شاء الله راح تكون عملاقه ويعني بالنسبة لفيديو ان شاء الله فيسبوك هذا العام راح يكونوا بزاف لما لا ان شاء الله العام الجاي نديروا فيها يعني برنامج مباشرة بعد المغرب في رمضان ممكن تقولنا العنوان تعوه؟ غير الدعاء شكرا لك سيدي الوزير اشكركم اعزاء المشاهدين على حسن المتابعة كان فعلا حوارا شيق مع سيادة الوزير قمة التواضع لاحظناها منه اضرب لكم موعدا في عدل انفاق ديديك اخو يحمد مع ضيوف اخرين يحمد دمتم في رعاية يحيا اخو يحمد ويحيا في الغيبية دمتم في رعاية الله وحفظه نشيها نشيها نتلاقها ان شاء الله في المورادية نلقاكم في عدل اخر مع ضيوف اخرين ان شاء الله خاصة سعيدة وصحة فكر ما ح birlikte خرجwać فراحين لا تنسي ownsظيف الفطبونيو في وشين يوتيوب رؤك وو biological اضرب اضربو هؤلاء بقés و Personen هكذا عالك الفيديو تلحقكم غير تخرج وسلم يومون في رمضان ايه تفتقدر فيديو قوة لا وجينا غير اضربو Nova عو شك بتفسنة oil هنا